واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم بني إسرائيل من قديم الزمان وهم مشهورون بأنهم يكنزون الذهب يكنزون من حليهم الحلية دي بتاعت من؟ بني إسرائيل هم كانوا بيكنزوا الذهب وكنز الزهب دوة مزموم لأن كنز الزهب ده بيؤدي إلى مصائب اقتصادية وخيمة يخلخ الاقتصاد ويجعل الأغنياء يزدادوا غناً والأسرياء يزدادوا ثراءً والفقراء يزدادوا فقراً وتحصل بقى تضخمات مالية وقصص ملاش أول من آخر وذلك ربنا إحنا بقى في الإسلام مش كده إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوناه في سبيل الله مش كده؟ لا أنفق الذهب والفضة دولي أنفقهم يعمل مصانع يعمل مدارس يعمل إنها ما تحوش الدهب اليوم بقى من قديم الزمان هم ما بيحوشوا ليه؟ الدهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر